وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي بجبهة الضالة عبد الكريم العبادي مرحبا بك السلام عليكم أسعدتم بالخير مساء عليكم السلام أطلعنا على المسجدات في جبهة الضالة شهدت جبهات المصاخر وجبهات حبيل العبدي اشتباكات منطقة صعادة من قوات الجنوب المشتركة منها والميليشيات التروتية من جاء أخرى أربع محاولة فاشلة قام السلام ميليشيات التروتية محاولة تتسلل باتجاه مدينة الساقر ومنطقة مرخدة لكنها بفضل الله قبلت بردع هذا القازم تجبرها على الانكسار والسراق بعد السقوط على النعنى صراحة مظهر قتيلة جرية أما بالنسبة لجبهة الضالة بغلق بشمال الغلق أطباء قامت بحدات من الحجام الأمني بالقصف بقبائب الحام ومستهربة جمعات الميليشيات كانت مركزة بأطراف معسكر الحساحس والبطحة حتى أكدت نصادر أن الطربات أصابت أهدافها بدقة وقع أحساء في سوق الميليشيات وإن حديث حال الجبهات الأخرى بشأن معسكر الحساحس بشأن معسكر الحساحس هل تمت استدعادة المعسكر معسكر الحساحس بالنسبة لها معسكر قوي ولكن قواتنا حاليا مسلطرة على السلطرة نارية نعم يلاحظ أن التقدم في الجبهات محدود لماذا؟ بالنسبة للتقدم محدود هو تجاه من قبل التحالف تدعم لجبهات الأخرى ولكننا بفضل الله عاجمون على صاد الميليشيات الكواتية وعاجمون على التقدم حتى ولو نحصل عبدتنا وعثابنا وأرواحنا ولكننا عاجمون على تحرير كل المناطق وفق الأسكارية التكتيكية ونقول الميليشيات أن معركتنا في حقيقة لم تبدأ الآن ولكننا يهجون بقوة لتحرير مروراً بصنعاً وصلاً إلى صعب الأرف على قانون التقدم نعم عبد الكريم العبادي إعلامي من الضالع شكراً جزيلاً لك